بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابناء الطلاب والطالبات أهلا بكم في درس اليوم من مادة لغتي للصف الثالث تأهيلي درسنا اليوم هو عن النص التعبيري كيف نكون نصا تعبيريا بجمل مفيدة وماذا نقصد بالنص التعبيري هذا امتداد لدروسنا السابقة النص التعبيري هو عبارة عن مجموعة من الجمل هذه الجمل تكون مفيدة للدلالة على موضوع معين مثال أريد أن أكتب موضوعا عن الطائرة أو عن المدرسة ستكون الموضوع عنوانه المدرسة وثم سأكتب جملا مفيدة لكي تتكلم عن المدرسة بس لا بد أن تكون هذه الجمل مفيدة أي ذات دلالة ومعنى صحيح وواضح مثال المدرسة كبيرة بها الكثير من الصفوف الدراسية يوجد بها العديد من الطلاب نتعلم فيها المهارات والعلوم والمعارف الجديدة نمارس فيها هواياتنا المفضلة وكذلك نجري التجارب العلمية في مختبر المدرسة بإشراف المعلم المختص هذه كلها جمل مفيدة تعبر عن المدرسة تعبر عن المدرسة في درس اليوم لدينا صورة نريد أن نكتب عن هذه الصورة نصا تعبيريا نصا تعبيريا تذكروا أن النص يتكون من مجموعة من الجمل المفيدة الآن لدينا هذه الصورة أمامكم عنوان النص سيكون عنوان النص سيكون باللون الأخضر بيئتي نظيفة هذا هو عنوان النص طبعا البيئة نقصد بها المكان الذي نعيش فيه المدرسة الشارع الحديقة الحي المنتزه البري هذه كلها تسمى بيئة ولا بد أن نحافظ على هذه البيئة نظيفة وجميلة طيب النص يريد أن نكتب أو نعبر عن هذه الصورة أريد أن تنظروا إلى الآن ابنائي وبناتي في الصورة ماذا تشاهدون أمامكم في الصورة؟ ما هي الأشياء التي تشاهدونها أمامكم في الصورة؟ صفوا لي الصورة التي أمامكم في الكتاب هذا التدريب موجود أو ممكنكم المشاهدة في الشاشة والتعبير عن هذه الصورة بجمل بسيطة من إنشائكم ثم سنقوم بكتابة نص تعبيري سويا إن شاء الله تعالى في الصورة نشاهد مجموعة من الأولاد ذهب هؤلاء الأولاد إلى الحديقة ثم وضعوا النفايات في الأماكن المخصصة لها وعندما انتهت نحلتهم من الحديقة قاموا بتنظيف المكان جمعوا النفايات وضعوها في الأكياس المخصصة لها ثم وضعوها في القمامة جلكم الله لماذا فعل الأولاد هذا التصرف؟ لكي تبقى الحديقة نظيفة وجميلة وحتى لا ينتشر البعوض والحشرات المسببة للأمراض نتيجة لتراكم الأوساخ والقاذرات في الأماكن العامة إذن هذه كلها تعبر عن هذه الصورة الآن نريد أن نرتف جملا مفيدة للتعبير عن الصورة طبعا إذا جيت تعبر عن الصورة لازم نسأل أنفسنا سؤالا ماذا يوجد داخل الصورة؟ ثم أجيب على هذا السؤال ماذا تشاهد أنت الآن في هذه الصورة؟ أو ماذا تشاهدين أنت في هذه الصورة؟ مجموعة من الطلاب في حديقة يقومون بتنظيفها ممتاز إذن أنا عبرت الآن عن الصورة عبرت عن الصورة التعبير ليس ضروريا أن يكون مجموعة من الجمل كثيرة ممكن أن يكون جملتين جملة ثلاث جمل أهم شيء أن تكون هذه الجمل مفيدة وتتكلم عن نفس الموضوع يعني الآن أولاد ينظفون الحديقة لا يصح أن يكون الجمل الأولاد يدرسون في المدرسة هل في الصورة أولاد يدرسون في المدرسة؟ لا إذن الجمل لابد أن تكون معبرة عن ما في الصورة طيب طيب الآن نشاهد هذا النص باللون الأزرق وسأقراه لكم وانظروا هل هو مناسب للصورة أم لا أريدكم وأنا أقرأ هذا النص أن تنظروا في الصورة وتستمعوا إلى النص وتلاحظوا هل النص متناسب مع الصورة؟ هل النص يعبر عن الصورة؟ هل هذا الكلام يتكلم عن هذه الصورة أولا؟ طيب عندما نذهب إلى الحديقة نقوم بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها وكذلك ننظف المكان بعد الانتهاء منه لكي تكون مدينتنا نظيفة وجميلة وخالية من الأمراض التي تسببها النفايات الملقاة على الأرض إذن الآن هذا نص تعبيري هل تكلم هذا النص التعبيري عن الصورة؟ نعم الأولاد يقومون بتنظيف وجمع القمامة وتنظيف الحديقة حتى تكون الحديقة نظيفة صحيح ويقومون بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها كما تفعلون أنتم عندما تذهبون إلى الحديقة تقومون بوضع النفايات في الأماكن المخصصة لها لماذا نقوم بهذا التصرف؟ حتى لا تنتشر الأمراض في مدينتنا لكي لا تنتشر الأمراض في مدينتنا لأن القمامة المرمية على الأرض تتجمع عليها الحشرات والبعوض والبعوض والحشرات ينقلون الأمراض من شخص إلى آخر حتى لا تنتقل هذه الأمراض ماذا نفعل؟ نضع النفايات في هذه الأماكن في هذه الأماكن المخصصة لها فيها كياس ثم نضعها في القمامة في برميل القمامة وتأتي الجهة المختصة وتتلف هذه النفايات بطريقة لا تنشر الأمراض ولا تسبب تلوث للبيئة هذا النص عن ماذا؟ عن البيئة طيب سننتقل الآن إلى التدريب الآخر أيضا لدينا الآن نص نريد أن نتكلم فيه عن رجل المرور عن ماذا؟ عن رجل أو عن من؟ عن رجل المرور طيب من هو رجل المرور؟ الآن هذا النص سيكون عنوانه رجل المرور هذا عنوان النص طيب أريد منكم الآن كل واحد منكم أن يخبرني ماذا يعرف عن رجل المرور طبعا لديكم تحت أسفل في المربع الأحمر مجموعة من الكلمات هذه الكلمات تساعدكم في كتابة أو التعبير عن الصورة رجل أمن أمن مساعدة تنظيم احترام رجل الأمن التزام هذه مجموعة من الكلمات ممكن أن تساعدني عندما أريد أن أكون نصا تعبيريا عن رجل المرور طيب رجل المرور هو رجل الأمن الذي يكون موجود في الشارع لتنظيم حركة السير صحيح؟ تجد رجل المرور واقف عند إشارة المرور ينظم حركة السير كذلك لما يكون هناك ازدحام يأتي رجل المرور ليفك ازدحام السيارات أيضا رجل المرور هو المسؤول عن تطبيق النظام المروري في الشوارع حتى نسير جميعا بأمان وتقل نسبة الحوادث بفضل الله سبحانه وتعالى طيب إذن هذه كل الأعمال يقوم بها رجل المرور طيب ما فائدة هذا الرقم؟ تسعة تسعة ثلاثة هذا رقم الطوارئ عندما يقع حادث نسمح الله نقوم بالاتصال بهذا الرقم لكن لا نتصل بهذا الرقم إلا في الحالات الطارية عندما يقع لنا حادث لا قدر الله أو نشاهد شخصا وقع عليه حادث نقوم بإبلاغ الجهة المسؤولة رجل المرور ويأتي رجل المرور لكي يباشر عمله في موقع الحادث إذن هذا هو النص التعبيري عن رجل المرور تستطيعون جميعا أن تعبروا عن هذه الصورة ماذا يفعل رجل المرور؟ ينظم حركة السير أو حركة سير السيارات صحيح؟ ممتاز هذا هو نصنا التعبيري طيب خلونا نقرأ الآن النص التعبيري وأريدكم أيضا أن تنظروا إلى الصورة وتستمعوا إلى النص وتلاحظوا هل النص يتكلم عن الصورة أو لا؟ طيب نبدأ رجل المرور يقوم بتنظيم حركة سير المركبات في الطرق ويحرص على تطبيق النظام المروري حتى لا يقع حوادث لا سمح الله يجب علينا الالتزام بنظام المرور والإبلاغ عن الحوادث على الرقم 993 الآن هذا نص تعبيري كوناه باستخدام أو مساعدة هذه الكلمات في الأسفل ويتكلم عن رجل المرور طيب أنتوا استمعتوا إلى النص هل هو يتكلم عن رجل المرور أو لا؟ إذن النص يتكلم عن رجل المرور لماذا؟ لأن عنوان النص رجل المرور والصورة هي صورة لرجل المرور إذن لابد أن يكون النص يتكلم عن هذا الموضوع يتكلم عن هذا الموضوع طيب نقرأ النص مرة أخرى رجل المرور يقوم بتنظيم حركة سير المركبات في الطرق هذا هو السؤال الذي نريد أن نسأل أنفسنا إياه عندما أريد أن نتكلم عن هذه الصورة ماذا أشاهد في الصورة؟ أشاهد رجل المرور طيب ماذا يفعل رجل المرور؟ ينظم حركة سير المركبات في الطرق أنا الآن كونت نصا تعبيريا بالإجابة على هذا السؤال طبعا ممكن أن يكون النص التعبيري جملة أو جملتين مو شرط يكون نص تعبيري طويل طيب أهم شيء في النص أن يكون يتكلم عن نفس الموضوع يتكلم عن ماذا؟ عن نفس الموضوع رجل المرور يقوم بتنظيم حركة سير المركبات في الطرق ويحرص على تطبيق النظام المروري حتى لا يقع حوادثنا سمح الله يجب علينا الالتزام بنظام المرور والإبلاغ عن الحوادث على الرقم 993 طيب الآن سننتقل إلى ننتقل الآن إلى هذه الصورة أمامكم صورة ماذا؟ ما هو الحيوانة جلكم الله الذي تشاهدون أمامكم؟ جمل أحسنتم طيب ما هو النص التعبيري الذي ممكن أن نكونه عن الجمل؟ أريد أن نختار مجموعة من الكلمات تعبر عن الجمل أو مجموعة من الجمل تعبر عن الجمل طيب الجمل أين يعيش؟ يعيش الجمل في الصحراء أحسنتم بماذا يلقب الجمل؟ يلقب بسفينة الصحراء لماذا؟ لأن الجمل يستطيع أن يقطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى شرب ماء أيضا الجمل هو رمز من رموز الثقافة والبيئة السعودية والعربية بشكل عام طيب الجمل هو حيوان بري يعيش في الصحراء ويستطيع أن يسير لمسافات طويلة دون الحاجة للماء ذلك هو يسمى بسفينة الصحراء إذن سمينا الجمل بسفينة الصحراء لماذا؟ لأنه يصير مسافات طويلة دون الحاجة لشرب الماء وأيضا هو يعتبر رمز للمنطقة العربية بشكل عام وللمملكة العربية السعودية بشكل خاص ويقام مسابقات لجمال الجمال مسابقات جمال لها وأيضا مسابقات الهجن وغيرها من المسابقات ويقوم الكثير من أبناء القبائل في المملكة العربية السعودية بتربية الجمال إذن الجمل هذا هو النص التعبير الخاص به ممكن أن تعبر بجملة أو جملتين الجمل يعيش في الصحراء يتغذى على العشب ويستطيع تحمل العطش فترات طويلة هذه كلها نص تعبيري عن الجمل أتمنى بمساعدة أفراد الأسرة داخل المنزل أن يكون الطالب والطالبة نصا تعبيريا عن الجمل يكون النص مكون من جملتين فأكثر جملتين ثلاث حسب استطاعة الطالب أو الطالبة يصف فيه الطالب الجمل بشكل صحيح وبجمل مفيدة أتمنى أبناء أن يكونوا استفدنا من الدرس حاولوا أن تقوموا بحل التدريبات داخل الكتاب بالاستعانة بأحد أفراد الأسرة البالغين داخل المنزل شكرا لحصل انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته